السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن عرفنا المنتجهات وعرفنا اننا تكون من الشقين وهناك كمية منتجهة كمية هذه عبارة عن مقدار مغير اتجاه وكمية منتجه هذه عبارة عن كمية واتجاه وخذينا بعض الخصائص بتاحت اليوم ان شاء الله نكملوا في الملاحظة هذه احكينا طبعا في الثلاثين أبعاد عندك توجه ثلاث متجهات للقاعدة السيرية standard basic vector standard basic vector عبارة عن متجهات واحدة unity vector يعني مثلا الاول هو القيمة الاكس في واحد والواي والز سفر يرمز لها بالرمز i طبعا نقوله نحن شو الفيدة منها الثاني اللي هو j الاكس زيرو والز زيرو والواي قيمتها واحد يعني عندها الاولي عندها قيمة في الاكس والتاني عندها قيمة في الواي والتالت عندها قيمة في الز لكن القيمة متاعها كم قيمة المتجه هذا قيمتها واحد فقط طبعا لدينا متجهات بعدين يستخدمون فيه في كتابة المتجه طبعا نارفوا بعدين كيف كتابة المتجه لكننا في المتجه مثلا يعطينا مثلا نكي for example يقول لك المتجه x يعطيك نقاط مثلا خمسة واحد وناقص ثلاثة مثلا عرفنا ان المتجه مثلا فيه ثلاث نقاط فانا ما مجيب نكتب المتجه مثلا نكتب x فوق منها الشرط اللي هي نتجاه تساوي الخمسة نكتب خمس وحدها الاي هذه المتجه ما مجيب نعرف ان مجيب نرى ثلاثة ونقتب اتجاه الاي 난 وقدم قيمة وقيمة مجيب في نهاية أسرعة التي ستقر على حكم اثنان كيف ستقر على الخطن لشق ما انتجاه وإن العين في الخطن لشق الا بX وX نتجاه الواي و ناقص ثلاثة في اتجاه الزد. نكتب الاي والجي والكي. طبعا قيمتها واحد مغيرش في القيمة. هي اثنين وليس ستقدر اثنين في الواحة هي نفسها. اثنين ناقص ثلاثة في الواحة هي نفسها ناقص ثلاثة. فغضايا وظيفتها هو يحدد للاتجاه لكن مغير ليش في اي قيمة. في التناء المعد سيقدر رقمين فقط. وهو اكس و واي وفي الزد. يعني الاي سيقدر واحد وصفر. والجي ستقدر سفر وواحد. ل tickets iriy cosplay. دخل اي ان ديمنشن ناقص نحن نعا وتقيب اي ان لح?". ناقص ن線 ابرمينجيشن تمám bun Datal, اديك اي اي ديمنشن grassroots last delta. canругا قايد يعني ان اي ان ديمنشن ما اهم نحن نحن ادري. ديمنشن اك نوسطنا سبحان يكون روحين ج sua two for you. وثنين ديمنشن ثلاثة ديمنشن وثنين. لكن antes nueve يعني Profit B sezman eqci diren for you and to A wil n. وين A N اللي هي قيمة الأبعاد متاعنا المطلوبة جمر المتجهات اللي هو كيف أنا نجمع المتجهات هنأخذ في البداية جمع المتجهات لما يمكن عندي متجهين A ومنتجه B المتجه A القيم بتاع A1 A2 A3 اللي هي الـ X والـ Y والـ B اللي هي B1 B2 B3 اللي هي الـ X برضو والـ Y وفي الأحال بنيت الجمع دائما نجمع الـ X مع الـ X والـ Y مع الـ Y والـ Z يعني نجمع A1 مع B1 A2 مع الـ B2 والـ B A3 مع الـ B3 يعني المتجهة الجديد حيث A زائد B يساوي A1 زائد B1 هذا الـ X الـ Y هتقض A2 زائد B2 والـ Z هتقض A3 زائد B3 كيف أنا لما أجيه بيرصد لك شكل المتجهات بوضع حلكي بالرسم فعندي متجهة لوطة A وعندي متجهة B فقال لك المحسنة تاعة هو الخط الحمر هذا وهو A زائد B كيف تلحها؟ نحن نستخدمه في نظرية متوازي الأضلع تمام؟ عبارة عن شنو خد هالـ A يرسم خط A أخرى نفس القيم ونفس الاتجاه لأنه الخط المنقض هذا والـ B برضو ندار لخط حتوى موازيه نفس الاتجاه ونفس القيم ونسكر شنو المتوازي الأضلع فالمحسنة حتكون النقطة اللي بدأ منها اللي هي نقطة السفر هنا اللي عند وين نهاية متوازي الأضلع لذي عطتني A زائدًا بي نقدر نفسرها بطريقة ثانية نحن مثلا خلينا نتبقى الأسهم هو المتجه منها اتجاه تمام؟ هي المحسنة أنا بديت من نقطة السفر اتجاهت في المتجه بي تمام؟ بشيت لعند نهاية الـ B لعند رأس السهم الأسود بتاع الـ B وصلت عند النقطة خلينا مثلا مثله بمناطق أنا قاد في نقطة الأصل قاد في منطقة الكيش تمام؟ مشيت في اتجاه الـ B نهاية الـ B هذي مثلا وصلت لمنطقة الأفويهات والأفويهات مشيت في اتجاه الـ A اللي هو الخطل بنقض تمام؟ لعند وصلت آخر لقطة مثلا وصلت منطقة بالعون تمام؟ المحصلة هي طبعا الاتجاه طبعا مش اتجاه جبع المتجهات مش جبع يعني إن كانت جمع عادي نتكلم نخلق 5 زي 2 حسابة سوى 7 فالخط الحمر كأننا طلعت من الكيش وصلت إلى البلعون نتعون نقطة لهاية الخط الحمر هي بلعون فهي المحصلة سواء إني مشيت المفويات بعدها مشيت البلعون هي هي إني مشيت من الكيش وصلت مين البلعون فالمحصلة النقطة التي وصلت هنا فهذا الشكل يوريك إني ان الخط الحمر وضع عبارة عن محصلة الاتجاه التي مشيت فيها الـ B زائد الاتجاه الثاني التي مشيت فيه الثاني نجو خلال لعملية الطرح تمام الطرح لو نحن نحكو بنفس المنطقة اللي توا نجو للرسمة اللي قدامنا عندنا اول خط اللي هو المتجه البي الاسود تمام مشيت مثلا كما قلنا بالكيش وصلت لعنده هيت الخط الاسود اللي هو البي مثلا اللفوهات بعدين باللفوهات انتقلت من الخط الحمر هذا الى وين الى منطقة بالعون اللي هو سي هذا المتجه التاني سي فهنا بالبي زايدا السي هو نفسه الـ A تمام لو كانت انا طرعت مكيش وصلت للمنطقة خديت طريق مختصرة فالمحصلة لانه وصلنا البلعون فهنا الـ A شون يساوي يساوي الـ B زايدا السي فالمعادلة اللي علي صار هذي كان بي نحن بي زايدا سي ساوي A لو خديت انا الـ B شلت للطرف الاخر بالمعادلة حتى قدت السي تساوي A ناقصا B يعني هنا السي راهي محصلة طرح الـ A هذا هو عملية الطرح فـ A ناقصا B كيف ما قلنا بدري في الجامعة الـ X زايد X والـ Y زايد Y وزايد زايد Z فهنا في الطرح هتقد الـ X ناقص الـ X والـ Y ناقص الـ Y والZ ناقص Z فهنا من الرسمة شفنا ان السي راهي هي محصلة شنو A ناقصا B يعني هنا لما قلنا حتى خدينا في المحاضرة يفاتلت نحن قلنا في عملية الناقص قلنا لما يقول لك المتجه C يساوي أو المتجه A B نقول نحن C أو A B قلنا هو يساوي الثاني ناقصا الأول فA B أقل ال B ناقصا شنو ال A فمن الرسم اللي يلوطنا هذه يوضح لك حتى هو الشكل بتاع الرسم هو عبارة عن المتجه A ومتجه B نفس اللي كاننا عندنا في الإنقزام بالأول فرسم هنا في البداية ناقص B ناقص B رسمها هو نفس طول ال B لكن في اتجاه المعاكس 180 درجة اللي هي علامة الناقصة دائما تاني 180 درجة فال B ماشي مثلا فوق قاعد الناقص B ماشي عكسة بالظبط 180 درجة لكن بنفس شنو قيمة المقدار فخدنا هنا الآي زائد ناقص ال B فطبق هنا نظرية امتاع الزائد اللي خدناها بدريل هي امتاع متوازل أضلى رسم نفس الطريقة رسم الآي متجه موازي له نفس اتجاهها ونفس القيمة بتاعها وناقص B مرضو نصمة فعطاني شنو متوازل أضلاع متوازل أضلاع النقطة اللي بدا فيها من بداية عند النقطة النهاية اللي هي نتمثل A زائد ناقص B زائد في ناقص حتى تقول هي كائنة A شنو ناقص B فهنا عطاني A المتجهة بتاعي اللي هو ناقص B هنأجو حاجة ثانية اللي هي ملاحظة هنأقل لك في حال لا يمكن أن نجمع طرح أو نجمع أو نطرح أي متجهين لهم نفس عدد المركمات يعني من نقدرش نجمع ونطرح 2 ديمينشن مع 3 ديمينشن تمام؟ أو العكس يعني 3 ديمينشن مع 2 ديمينشن ضروري الجمع طريح يكون هنأثنين 2 ديمينشن أو هنأثنين شنو 3 ديمينشن عملية تضرب المتجهة بقيمة ثابتة يعني نمجي ناخد المتجهة همتاعي نضربها في قيمة نضربها في 5 في 6 في ناقص 10 في ناقص 3 في رقم يعني فالرقم C هذا مثلا كما كتبها لنا في المربع الأحمر كتب C ضرب A فعبارة عن C هذه مرة نضربها في الـ X ومرة نضربها في الـ Y ومرة نضربها وين؟ في الز فتنجد يعني أول حاجة هتنجد C في A1 وC في A2 وC في A3 طبعا لدينا هنا C بس في A1 مش مكتوبة ممكن صحها فتنجد C هذه نضربها في الكمبونت كلها في المركمات يعني مرة في A1 ومرة في A2 ومرة في الـ A3 هل أخذوا إكزامبل هنا عندي قال لي مثلا المتجاه A أنا توداي من شن اثنين واربعة قال لك أول مرة أحسب لي القيمة نص في A وحسب لي قيمة ثلاثة في A وبعدين أحسب لي قيمة نقص اثنين في A مع الرسم فأجينا هنا في الرسمة رسم المتجاه اثنين واربعة جاء عند نقطة اثنين في الـ X واربعة في الـ Y دار نقطة ورسمها اللي هو الخط الأسود في الرسمة اللي هو المتجاه الرسم للسهم الأسود هذي اثنين واربعة أول حاجة قال لك نضربها في نص تمام فلما نضربها في نص شن حتقعد نص في اثنين حتعطيني واحد ونص في الاربعة حتعطيني اثنين يعني هتجي منتجه جديد قيمتها واحد واثنين اللي هو رسمه هو بالخط الأخضر لوت أو كاتب عني نص A لما جي ضربتها في في الثلاثة هنضرب ثلاثة في اثنين بستة وثلاثة في الاربعة باطناش فالثلاثة A اللي هو رسمه بالخط الأزرق أعطاتني متجه جديد قيمتها كامل ستة وأطناش الحاجة التالية نضربنا في ناقص اثنين إلى A ناقص اثنين في اثنين بنقص اربعة ونقص اثنين في الاربعة ونقص ثمانية أعطاني متجه جديد اللي هو رسمه بالأحمر ناقص اثنين ناقص اربعة والثمانية تلاحظ هنا لما نضربنا في قيمة موجبة أكبر من السفر كبر المنتجه بتاعي يعني كان صغير أسود قاعد لا زرق كبير لما نضربنا في قيمة أصغر من الواحد اللي هي نص فصغر اللي هو شكلها من لون الأخضر لما نضربنا في قيمة ماينس اتجاهها تغير يعني كان ماشي مثلا شارك قاعد ماشي يخرب لنحنا كنا إشارة النقص دي ما تعكس المنتجه بمية وتمانين درجة فتلقاها ماشي في الاتجاه المعاكس هل يلقوا عليك إذا كانت الثابت أكبر من الواحد فإن طول المنتجه يزيد إذا كانت أصغر من الواحد فإن طول المنتجه سيقل وإذا كانت أصغر من السفر سيتغير شنو اتجاه المنتجه هل تعرف يكون المنتجه A والمنتجه B أنت يكون المتوازيات كيف نعرف أن A والB متوازيات نعرف لما نقاد A تساوي C في B C ليقيمة ثابت نفسي تهو يعني أي رقم أي متجه ضربت في قيمة ثابت أعطاني المنتجه نفس المنتجه الآخر ما أنا أرى وهذه المتجهات بيكون متوازية كيف ما مثلا في الإقزام بنضع قال لك في الإقزام بنضع أول حاجة متجهين المتجه A قيمة 2 ونقص 4 و1 ومتجه B قيمة 6 و12 ونقص 3 قال لك هل المتجهين هذين متوازيات أو لا وبعدين أعطاني المتجه آخر هو A 14 وB 2 ونقص 9 بعد شو بحثوا ل2 X متاع A لقيمها 2 والX متاع B لقيمها نقص 6 ب2 هذين كيف نخليها نقص 6 2 بشي نخليها نقص 6 نضربها في نقص 3 نقص 3 في 2 تعطي نقص 6 نقص 3 هذين نضرب في نقص 4 هل تعطي 12 نقص 3 في نقص 4 تعطي 12 مظبوط بين نقص 3 في الوحد هذين نقص 3 عطتني نقص 3 بعد نقص A وB متوازيات لاني ضربت في نقص 3 وانا قال لك الحل بما ان B تساوي نقص 3 في A فانا نرى المتجهات هذين شنو متوازيات الجول الثاني اللي هو A 14 والB 2 9 جول X لي 4 كيف نخليها 2 نضربها في نص صح نص في 4 عطتني 2 بين نص وانا نضربها في 10 تعطيني 5 هل الواي اذا كنت خمسة لا نقص 9 بعدها المتجهات غير متوازية كانت نقص 9 كانت خمسة راو متوازيات لكن نقص 9 راو هذين اثنين متجهات غير متوازية جول للمثال واحد ثاني قال لك أنا بيطلع شنو متجه الوحدة متجه الوحدة التعريف متاع هو المتجه نفسه على قيمة المطلقة يعني يعطيني هنا متجه اسم W ناقص 5 و 2 و 1 قال لك عطيني متجه الوحدة متاع قلنا تعريف هو المتجه نفسه على قيمة المطلقة انطلع القيمة المطلقة اللي هي W اللي دير الخطي هذين عرفنا كيف طلوه في المحاضرة حتى قلت 5 تربيع اللي هي 25 زائد 2 تربيع اللي هي 4 25 زائد 4 29 و 1 تربيع اللي هي 1 29 زائد 1 تربيع كلها تحت الجذر حيانا شنوه جذر 30 قيمة مطلقة تحضر قيمة جذر 30 خذين المتجه نفسه نقص خمسة قصبناها على قيمة مطلقة لجذر 30 و 2 على قيمة مطلقة لجذر 30 والواحدة القيمة مطلقة لجذر 30 هذا هي اليو أو اليونيتي فاكتور أو قيمة المتجه الوحدة المتادة لها قيمتها تساوي 1 المتجه الوحدة مش نعرف أنها حلي صح ولا لا ضروري قيمة المتجه الوحدة هو اسم قيمة متجه الوحدة وحدة مرة قيمتها 1 فآخر حاجة لي نقص خمسة على جذر 3 و 2 على جذر 3 تربية زايدا 2 على جذر 30 تربية زايدا 1 على جذر 3 تربية كلها تحت الجذر كيف ما دار هنا طلعت قيمتها 1 مع نهره وهذا مزبوط هو متجه الوحدة وإن متجه الوحدة من نفس الاتجاه طبعا المتجه الوحدة هو نفس الاتجاه متى الو لأن هنا ساوي قيمتها ثابتة pin هو متجه الوحدة قيمتها دائما تساوي واحد. فهنا كتب لك نقطة صورة عامة إذا كان لدينا W فإن المنتجة الوحدة متاعها تساوي W هذا القانون لك أنها كان في بداية السلايد هنا. هنا بيتكلم على متجهة القاعدة الأساسية نبدل حكينا عليه نحن اللي هي ال-I وال-J وال-K فقال لك هنا ال-A مثلا متجة A-LU-A-1 و-A-2-A-3 هذين الأحداثية تمتاعها وكأنه يقول لك أنه A-1 و-0-0 يعني قيمة X-Y-0-0 زائدا 0-A-2-0 وزائدا 0-0-A-3 لو خدها هنا A-1 مثلا مشتركات واحد وواحد وواحد في A وفي Z وفي 2 هذين يصمع كيف ما قلنا حكينا عليها مبدل في بداية المحاضرة اللي هي A-I و-J وهنا الرسمة أو الصيقة اللي مكتوبة في مربع كيف ما قلتكها مبدلية نقدروا نكتبه أي متجة تساوي A-1 في I و-X زائدا A-2 في J و-Y زائدا A-3 في K لـ X و-Y و-J فنقدروا قال لك أنا ملاحظة يمكنك كتابة المنتجة بالصورة أعلى يعني لما يقدر عندي مثلا المنتجة مثلا كان كان القيم 5 و 2 و 1 يقدر المنتجة A عبارة عن 5I زائد 2J زائد 1K أو K يعني مباشرة التمرين هنا أعطاني A قيمة 3 و-9 و-1 وأعطاني W هنا كتابة لي بالصيقة طبعاً هذا A أعطاني ب-X Y و-Z و-W أعطاني بالصيقة الثانية لها ناقص J وزائد 8K بيهذا كم أحداثيتها ناقص J هي ناقص 1 يعني هنا ال-X ناقص 1 هذه ال-I بيهذا ال-J مش يعطي قيمة منها 0 وال-K قيمة ما كم 8 منها هذا ال-W أحداثيتها راهي ناقص 1 و-0 و-8 تمام؟ أحسب قال لك 2A-3W هذا حلوه أنتم بروحكاً يعني تأخذ ال-A تضربها في الاثنين وبعد أن تأخذ ال-W تضربها في الثلاثة وبعد أن تطرح المتجهات وبعد أن نطرح كيف ما عرفنا ال-X مع ال-X وال-Y مع ال-Y و-Z مع ال-Z وطلع شنو الناتجة عندنا عندنا بعض الخصائص للمتجهات قال لك المتجهة V زائد W هو نفسها W زائد V والمتجهة V لما نزيدها على السفر يعطيه هو نفسها المتجهة V لأننا زلتها سفر ما تغير في شيء لما نضرب أي قيمة في مجموع منتجهين كأن نضرب القيمة هذه في المتجهة هذا سوف نزيدها على المتجهة هذا سوف يكون قانون توزيع يعني نضرب A في V جاء خلقوس زائدًا A في W بالنسبة للقاعدة الأخرى يعني نجمع ال-V زائد W ونجمحها مع ال-Y هي نفسها لما نجمع ال-Y مع ال-V ونجمحها مع ال-W ولما نضرب أي متجهة في الواحد يعطينا هو نفس المتجه ولما يقل عندي قيمتين وفي المتجهة نقدر نضرب المتجهة داخل القيمتين نجو للقيمة الأخرى اللي هي قيمة الضرب العددي هنا طبعا خلينا نجمع الضرب كما بجوء قيمة الضرب العددي أو النقاطي بسمينا نقاطي اللي هو يكتم فيه نقطة بينها A نقطة B ولسه ما عددي لأنه حاصل ضرب أي متجهين يعطيني عدد ما يعطينيش متجه يعني يعطيني عدد خمسة اتنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة ما يعطينيش ليه متجه هذا ليسه مو ضرب عددي أو نقاطي لأنه بينهن شنو نقطة يعني هنا قال لك عندي مثلا المتجه A ليهو A1 A2 A3 والمتجه B ليهو B1 B2 B3 فالمتجه فلما جيني نضربه نشن ندير نضرب نضرب الX في الX في الY في الY وزد في زده بالنجمحة يعني نضرب A1 في B1 زايدا A2 في B2 زايدا A3 في B3 ونجمحة يعطيني الرقام المثال هذا حيوضح للعملية في المرة الأولى أعطيني المتجه B5 وI ونقص ثماني والW أعطيني I زايد شنو 2J فكيف نضربا الI مع الI والJ مع الJ يعني هنا الA .W أو A ضرب W حتى قد خمسة في واحد زايدا هي خمسة زايدا ناقص ثمانية في اثنين هي ناقص ستتاش واحد ناقص او خمسة ناقص ستتاش حتى ينقص ناقص ستاش ناقص ثمانية في واحد بناقص سبع ثسع وناقص ثمانية حياتيني 2 فهذا برضو اعطاني الناتج اثنين الخصائص متاعات اللي هنم مكتوبات هنا لنقدر نضرب إذا أعطي نقوم بقيمة ثابتة الو برب. أيام الو برب وإضافة الأخلاق مجموعة. فنضرب بعدين نجمع. نجمع مع الو ب Lilwa. لما يقدر عندي V هي نفسها الو بلد. حين نقول ثلاثة في خمسة هي نفسها خمسة في ثلاثة. لنضرب أي متجة في نفسها. سأعطيني متجة هي الوحدة بتاعها. أو يعطيني قيمة مطلقة بتاعها. لما يقدر عندي قيمة ثابتة في متجة. نضربها في متجه تاني هي نفسها مناخد القمة الثابتاني نضربها في متجه تاني بل نضربها في القيمة أو نضرب المتجهين بعضهم بعدين نضربها في القيمة التابتاب يقول لك إذا كان ضرب حاصل ضرب أي متجهين أو متجه في نفسها يعطينا سفر ما نعرض نسموه فيه متجه سفري وقيمتها تساوي سفري بالنسبة للقانون الضرب النقطي أو الضرب العددي عنده صيغة ثانية اللي هي الصيغة عندما يقول عندي متجهين في الفراغ كيف عندي في الرسمة متجه A و متجه B نجيب الزاوية اللي بين المتجهين عندنا في الفراغ ففي الحالة هذه ضروري نطبق القانون A.B ساوي القيمة المطلقة متع المتجه A نضربها في القيمة المطلقة متع المتجه B في كوساين الزاوية بين A والB يعني في حالة أنه طلب مني أني نجيب الزاوية أو الزاوية بين A والB نقدر نتقبق القانون هذا حيث أنه ستكون هناك كوساين الزاوية تساوي قيمة الزاوية مضربة في الزاوية اللي هي ستطلب عندي عدد على شنو؟ القيمة مقسومة يعني نسمى الطرفين على القيمة المطلقة متع المتع 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 المت والصفر والمئة وتمانين. احنا عارفين ان هذين متجاهين هو اي و بي بينهم كم زاوية بينهم? بينهم زاويتين. السيتا والزاوية الاخرة اللي هي في التجاه الاخر اللي هي مفروض ثلاثمائة وستين ناقل سيتا. ثلاثمائة وستين ناقل سيتا هي نفسها. شنو السيتا. هذا عليش وقال لك السيتا تكون قيمتها ما بين المئة وتمانين والصفر. بعدين انا كتب لك ان صيغة الضرب النقاطي هي صيغة احلى كما دارا في الخطوة اللي بدري. لا تستخدم الاستخراج للضرب النقاطي لمتجاهين وانما تستخدم الاستخراج الزاوية المحصورة بين كيف ما قلنا بين المتجاهين. يعني القانون هذا نستخدم لما يطلب مني عاطيني الزاوية بين المتجاه اي والمتجاه بي نقدر من من خلال القانون هذا نحسب الزاوية المحصورة بين زاوية المحصورة بين شنو المتجاهين سناخده ان شاء الله بعدين في example يوضح لنا الطريقة هذي وكيف نحسب الزاوية بين المتجهين في الفراغ نجوه هنا ل example عطاني منتجة B052 والمنتجة A3-4-1 فنجي نضربها في بعضها بالقانون اللي توقع لك عطيني الزاوية بينتهم القانون عرفنا نحن ADOTPE تساوي القيمة المطلقة متعidad A في قيمة المطلقة متعON B في كل صحيح نجيب القيمة المطلقة متعا 말이 في البداية كلها تحت جذر حقيقي كم جذر 29. بقي الأي في البي كضرب العادي اللي ضربنا في الضرب العادي يخذ عدام بدري. يقوله 0 في 3 ب 0. 5 في ناقص 4 بناقص 20. و 2 في ناقص 1 بناقص 2 ناقص 20 و ناقص 2 يعطيني ناقص 22 اللي هو A.B. أعطيني ناقص 22 جيت هو نعوض القانون بتاعي اللي هو A.B. تساوي قيمة مطلقة A في قيمة مطلقة بتاع B في كوسين الزاوية بيناتهم. فكوسين الزاوية سيتا نقص طرفين في الوسطين حتى قيمة A.B لناقص 22. بقصومها على قيمة مطلقة بتاع A. على قيمة مطلقة بتاع B. لها جذر 26 على جذر 29 يعطيني الناتج ناقص 0.81927 ناخد الكوسين أفيرس أو عكس الكوسين. السيتا طلعت هنا 2.5 درجة. هذا هي الضرب العددي أو الضرب النقد. يعني الضرب الثاني نوعية الثانية هو الضرب التقاطعي أو الأكس. تمام؟ الضرب التقاطعي أو الأكس الضرب التقاطعي أو الضرب الأكس عبارة عن طبعا من بدل العدد يقول لما نضرب متجهين في ماذا يعطيني عدد؟ هنا في التقاطعي لا. عكس لما نضرب متجهين ماذا يعطيني متجه؟ كيف نضرب المتجهين حسب القانون اللي قدامي؟ السي. طبعا يكتب ككروس التقاطعي اللي هو كروس. A كروس بي. يعني A ضرب بي. هذا يكتب بي شكل مصفوفة. I و J نكتب من الإحداثيات المتاعنا أو اليونيتي فاكتور المتاعها. وبعدين نكتب في الصفة الثانية نكتب الكمبونت متاع المتجه A. وفي الصفة الأخيرة نكتب الكمبونت متاع المتجه B. ونضربه في بعض من حل المصفوفات حنقطو إكسامبل يوضح لي العديد. الإكسامبل هنا دبعا عطينا النقاط أو المتجهات M ومنتجه N ومنتجه B. كالك أحسب لي أول مرة عطينا منتجه RMP. بعدين عطينا منتجه RMN ومنتجه RMP وRMN أعطينا ناتج الحاصل الضرب لك لك روس هنا. تمام. ببداية أكتبنا المتجه RM وهو إحداثياتها 0 و1 و2 سيكتب بالشكل طبعا الـ I مش هتكتب لأنها مضروبة في السفر الـ 1 في J حتاق J و2K الـ N حيقض 2I ناقص 4J زائد شنو K المتجهة الثالث اللي هو الـ M حيقض الـ P حيقض 3I طبعا الـ Y هنا 0 معناها مش هتكتب J زائد 2 شنو K المتجهة طبعا نجيب المطلوب الأول هو المتجه RMP NN RMPN تمام؟ المتجهة يبارها عن مدام أقال لك MN معناها التاني ناقص الأول هي RN ناقص RMP فنأخذ الـ X مع الـ X والـ Y مع الـ Y وزد مع الـ Z بالنسبة للـ X متاع الـ N هو الـ 2 ناقص الـ X متاع الـ M لها 1 لها 0 لأنها الـ I مش قادة كانت 2 ناقص 0 تقيد I زائد ناقص 4 وناقص 1 نضربه في J و 1 وناقص 2 نضربه في K حيقض عنتي المتجهة الأول حيقض 2I زائد وناقص 5 J ناقص K المطلوب الثاني اللي هو الـ RMB اللي هو الـ B ناقصاً الـ M نأخذ المتجه B ونضربه من المتجه M ففي البداية الـ X حيقض 3 والـ X متاع الـ M 0 3 ناقص 0 زائد الـ Y متاع الـ 0 والـ Y متاع الأول ناقص 1 زائد 2 ناقص 2 حيقضيني النتج متاع الـ 3I ناقص J والـ K طبعاً 2 ناقص 2 0 0 عدنا تبعا الـ K فهمش دائما نكتبها فالـ J ثم نطبقه ضرب بتاع اللي طلعنا بالأول في ضرب المتجهة اللي طلعنا بالتاني حسن قانون بتاع التقاطع أو بتاع الـ X في البداية ندير المصوفة بتاعي ونكتب في الصفة الأولى نكتب الـ I و J و K تمام؟ الصفة الثانية قلنا نكتب فيه المتجهة الأول اللي هو أو المركبات بتاع المتجهة الثانية اللي هو الـ MP اللي هي 3 وناقص 1 طبعاً كيه أنا 0 لأنني مش قاعدة فنكتبها مكانها 0 فنجي نحل المصوفة الثانية الحل المصوفة طبعاً كيف نحل المصوفة؟ أول حاجة نلغي الصف والعمود الأول اللي فيه مع الـ I حيقد عندي ونضرب ناقص 5 في 0 تعطي إليه 0 ناقص ناقص 1 في ناقص 1 ناقص 1 في ناقص 1 بزائد ناقص 0 ناقص 1 بعدين الجي دائماً إشارتها ناقص ونلغي الصف الثانية والعمود الأول اللي فيها الجي نقضي الصف والعمود اللي فيه الجي حيقضل عندي 2 وناقص 1 و3 و0 2 في الصفر بصفر ناقص ناقص 1 في 3 اللي هي طبعاً ناقص 3 وناقص في القانون تعطيني زائد 3 في جي زائد بعدين نلغي الصف والعمود اللي فيه K حتيقعد 2 في ناقص 1 ناقص 2 ناقص ناقص 5 في 3 ناقص 5 في 3 ناقص 15 فيه ناقص تعطيني زائد 15 ناقص 0 ناقص 1 تعطيني ناقص 1 فيه I ناقص 3 J وزائد 13 كي ما فيش الآي زد اللي يلغوها فهي 13 كي وهكي يكونوا كمنانا نحن المنتجات واخدين عملية الضرب والطرح والجمة وبالتوفيق إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في النهاية أنا بنضيف حاجة بسيطة عندنا هنا هومورك تمام حيكون هومورك نفس الإجزامبل اللي حلينا هو مع بعضنا عبارة عندك 3 نقاط M و N و P أعطاني إحداثيات M021 و N إحداثيات 1 و 2 و B إحداثيات 1 و 2 أوجد أول حاجة ال RMB اللي هو عرفنا كيف نعرفوه ال B الثاني نقص الأول ال RMN اللي هو مرضو الثاني نقص الأول اللي بطلع ال RMB وال RMN عملية الكروس بروداكت أو الضرب متاع التقاطعي ونطلعوا منها قيمة الكروس نحاولو كيف ما قلنا نحلو مع بعضنا الإكزامبل و الهومورق ومش مشكلة كيف ما قلنا الواحد يخطأ لكن الواحد شنو يتعلم خطأ ونقدر نصحه أول ما نلتقي إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته